10 معلومات غريبة عن الحرباء الحرباء هي عائلة من السحالي التي هي في الاساس شجرية مسكن الاشجار هناك ما يقرب من مائتان نوع من الحرباء الموصوفة وهي معروفة بقدرتها على تغيير اللون والتي تستخدم للتواصل والتمويه والتنظيم الحراري توجد الحرباء في مجموعة متنوعة من الموائل بما في ذلك الغابات المطيرة والصحاري وشبه الصحاري وغابات السافنة وحتى الجبال هم في الغالب منفردين ويفضلون العيش بمفردهم تمتلك الحرباء عيونا يمكنها التحرك بشكل مستقل عن بعضها البعض مما يوفر لهم مجال رؤية أوسع ويمكنهم تركيز عيونهم في اتجاهات مختلفة في نفس الوقت يمكن لبعض أنواع الحرباء أيضا تغيير شكل عيونهم لتحقيق إدراك أكبر للعم أكبر أنواع الحرباء هي حرباء برسون والتي يمكن أن تنمو بطول قدمين الحرباء نوع من السحالي معروف بقدرته على تغيير اللون لأغراض التمويه والتواصل فيما يلي بعض الحقائق عن الحرباء واحد توجد للحرباء في أجزاء من أفريقيا ومدغشقر وأسيا اثنان هناك حوالي 180 نوعا من الحرباء أصغرها يبلغ طولها حوالي بوصة وأكبرها يصل طولها إلى 27 بوصة ثلاثة للحرباء لسنة طويلة يمكن أن تطلقها بسرعة لاستياد الحشرات أو الفرائس الصغيرة الأخرى أربع لديهم أقدام زي كوداكتيلس مما يعني أن أصابع قدمهم مرتبة بطريقة تسمح لهم بالإمساك بالفروع والتسلق بسهولة خمسة يمكن للحرباء تغيير لونها لتندمج مع محيطها أو للتواصل مع الحرباء الأخرى يغيرون اللون عن طريق التلاعب بالخلايا الصبغية في جلدهم وضبط التباعد بين الخلايا ستة تمتلك الحرباء عيونا متحركة بشكل مستقل مما يسمح لها بالنظر في اتجاهين مختلفين في وقت واحد سبع بعض الحرباء لها ذيل قابل للإمساك بشيء مما يعني أنها يمكن أن تستخدمه للإمساك بالفروع وتثبيت نفسها ثمانية الحباء هي في الغالب حيوانات منعزلة باستثناء موسم التزاوم تسعة إناث الحرباء البيض في الحباء مهددة بفقدان الموائل وتجارة الحيوانات الأليفة غير المشروع تعتبر العديد من الأنواع معرضة للخطر أو مهددة بالانقراض شكرا لكم على اهتمامكم وآمل أن تستمتعوا بالفيديو شكرا لكم على المشروع